فكرة المصلحة مع كل الحقب التاريخية وكل الفترات الزمنية سواء مصر الفرعونية مصر الإسلامية، مصر القبطية، مصر الحديثة، وفترة المماليك والطلونيين والفاطريين كل ده لما ضربه خلاطي الدين الشخصية المصرية أنا وأنتي كمصريين تكويننا من دوت من كل جهود لكن كيف أتصلح مع التاريخ؟ إعادة كراءة التاريخ بربطه بالأثر إعادة كراءته أو كتبته؟ إعادة، لا والله هو مكتوب، بس إحنا بنختار الحتة اللي إحنا عايزينها يعني هو التاريخ المصري، يعني كتب المقريزي كتب، ابن إياس كتب، ابن تغري بردي، جلال الدين السيوتي كل ده الناس علماء مؤرخين عندهم منهجية بحث تدرس بصراحة يعني يعني ياريت الناس كلها دلوقتي تبص على منهجية بحث حد زي جلال الدين السيوتي وهو بيكتب عن تبرئة ابن عربي مثلا، كتاب على تبرئة ابن عربي منهجية بحثية في طريق التفكير، إزاي أنا أبص لأراء مختلفة وحلل كل رأي، وشوف أنهي رأي ينفع، وأنهي رأي ما ينفعش فالناس دي مخاكن كبير قوي على فكرة، إحنا بس يعني حطناهم على الجنب ومبصناش لكتباتهم، فلو نرجعنا بس نقرأ التاريخ اللي موجود عندنا ولما ديجي نقرأ التاريخ نقرأه بعين إن اللي كتب التاريخ إنسان، فالإنسان ده متأثر بالبيئة اللي هو عايش فيه فده هيخليه يكتب مع أو ضد البيئة كنا عندي كتاب في 2007، وسألت سؤال، سألته 45 شخصية، من يكتب التاريخ؟ طبعا المنتصر، أكيد، أكيد اللي بيكتب التاريخ المنتصر، إلى حد كبير المنتصر طبعا يعني لو بصنا كل التاريخ على مر العصور، هنلاقي إن اللي بيكتبه يكتبها المنتصر، طبعا طبعا، أو ساعات يبقى فيه شعوب عندها مناطق يعني فيها شوية حساسية، مش عايزة تتكلم عنها خصوصا مثلا تجارة العبيد، في العالم بقى يعني كل المشتركين في تجارة العبيد من دول الغرب، دول كتير جدا هل هم هتعاملوا مع التاريخ بتاعهم بطريقة فيها مواجهة للأخطاء؟ يعني نبص على حاجة حتى من هالشراكة بينا قوي، يعني مع إن إحنا كان عندنا عبيد بردوس، مش هنبص سبيل غير كلمتها هاتك هيا دي بس هل هم هتعاملوا مع اللي حصل بطريقة فيها مواجهة للأخطاء؟ ها دي مثلا مشكلة كبيرة، يعني محتاجة الناس دي محتاجة إنها تواجه نفسها، فساعات الشعوب كمان مش تبقاش عايزة إنها تواجه نفسها بأخطاء حصلت في التاريخ لأن دا بيخليها هيعملها أزمة هوية، طب هم دول الناس اللي عملوا كده دول ما كانوا مني ولا ما كنوش مني، طب عملوا كده ليه؟ فعشان كده لما يطلع الكتاب مثلا في بداية الكورن العشرين يهجموا الاحتلال، يهجموا بريطانيا المحتلة وهم بريطانيين نقف بقى عندهم ونضربلهم سلام يعني، لأن دا ما بيحصلش إن حد يبقى عند الكورنة انتصروا إنسانيتهم على وعلى إنسيتهم انتصروا إنسانيتهم وقدروا إنهم يشوفوا الصورة الصح في وقت كل الناس فيه شايفة صورة تانية، ودا ما بيحصلش كتير طبعا ترجمة نانسي قنقر